لسه برضو عايز اقول لكم انه السوشال ميديا بتدور على اي حاجة يعني حتى الان تضخم فيها فاحنا لو تكلمنا عن نجمينا المصري الكبير كابتا محمد صلاح نجم ليفر بول الانجليزي ونجم المنتخب الوطني المصري واللي بيتعرض لكتير جدا من الحملات حقيقة يعني عرفوزي وعمليان يعني طول الوقت ما افشو دول اعداء النجاح ولا الحقدين علي ولا هم مين بالزبط يعني زي ما بيلاقي ترحيب واعجاب من انجازاته الرياضية الكبيرة اللي بيقوم بيها واللي بتفرحنا كلنا واللي هو بالنسبة لنا سفير السعادة منلاقي ناس تانية يعني هو بيلاقي على فكرة الترحيب والحملات دي من ملايين من البشر على مستوى العالم مبسوطين باللي هو بيعمله وبعد ما خضع نجمينا المصري كابتن محمد صلاح لجلس التصوير بالمناسبة بلبس ازياء الناس عادت تقولك ايه لو هو لبسه با مش غريب شوية عليه اتغير قوي ده اتغير خالص ده مش عارفة ايه ايه ده الغربة غيرته حاجات غريبة كده دي كانت من ضمن الصور يا جماعة كابتن محمد صلاح زي وزي اي نجم كورة كبير على مستوى العالم عمل جلس التصوير وجلس التصوير دي اتغدت عشان حاجات دعائية دعاية ما نشدعو بيها ونشرتها مجلة مشهورة جدا جدا نقوم نلاقي محاولات هجوم شرسة عليه رهيبة مش مجرد انتقادات ومش معقولة كل ما الراجل يعمل حاجة ننتقد لاننا لازم نتفهم انه ممثلنا في العالم مش في اوروبا بس هو كمان ليه دور ليه دور في التفاعل مع المجتمع الغربي بطريقته بطريقته وعمرنا ما نقوله ابدا ابدا عن اسلوب الدعاية والتسويق اللي بيقوم بيه هو حر يختار الطريقة اللي تعجبه يختار الصورة اللي يحب يتصورها هو حر دي حياته هو يختار طريقته طالما هو موافق عليها التعقدات دي بتم بيها وبتقوم بيها شركات ووكلاء لصالح كابتا محمد صلاح وكل اللي بيقوم بيه صلاح طبيعي جدا وكل النجوم العالميين في مختلف المجالات بيعملوا لهو بيعملوا ده واكتر بكتير احنا يمكن مقدودين شواشا عندنا نجم عالمي بالمستوى ده ربنا يحميه ويحفظه بالمناسبة يعني فيمكن الناس مش قادرة لسه تستوعب او تتأقلم على الموضوع حبتين النجم العالمي طبعا رحمه الله فنان القدير عمر الشريف كان بيقوم بيقوم بدا بالمناسبة بس ما كانش وقتها فيه سوشال ميديا ولله الحمد ولا قنوات عشان تعجبوا يوميا وتتصالي الأخطاء وطلعوا السور ويلعبوا فيها فوتوشوب ربنا نجيهم من السوشال ميديا واي نجم هيبى برا عالمي في الكورة او غيره ما يفعش يتعزل عن العالم ما يفعش يقول انا انا مش هلبس الروب ده في اعلانات انا مش هلبس التشيرت ده انا مش هلبس البلوفر ده اه اه يعني اي نجم برا بيدور على الاحتراف في فكرة الاعلانات اصلا اه كمان هو حر ربنا يحفظه يا رب ربنا يحفظه